سؤال من أحد المتابعين يقول أنا عندي في صام مع الأعراض السلبية وأنا الآن أشرب الدواء منذ سنة هل يمكن أن أشفى وأعود زي زمان؟ أنا الآن لم يعد عندي حافز للحياة ممكن نصيحة وجزاكم الله خيرا شكرا جزيلا أخي العزيز ومثل ما قلنا والله إنه إذا تقدرون تابعون الفيديوات الأخرى عن مرض الفصام اللي نشرناها بالقناة لأنه قد أجبنا على هذا السؤال أكثر من مرة إنه بالتأكيد مريض الفصام ممكن أنه يعيش حياة طبيعية يعني مع العلاج ومع الدعم النفسي والمعنوي من الناس المحيطين به ومن أيضا من المعالج النفسي ومن الطبيب النفسي فأكيد يعني ممكن تعيش حياة طبيعية يقول أنه هل ممكن أنه أشفى وأعود زي زمان؟ أكيد إن شاء الله بس يقول أيضا أنه الأعراض السلبية وما عنده حافز أو دافع بالحياة هو تيأثر عليه فهو أخي العزيز الأعراض السلبية أيضا هي جزء من مرض الفصام وهي اللي تتميز بالخمول من عدام الدافع لأنه واحد يسوي أشياء أو يعمل أو يدرس فهي جزء من الفصام وأفضل طريقة لعلاجها هو أنه الإنسان دائما يحاول أنه يعني سوي نشاطات أخرى مثلا يعني ينظر إلى أنه يشترك في يعني فالنشاط مجتمعي معين أنه يروح للجيم أنه حتى لو يمشي ماشي مع مجموعة من الأصدقاء أو من الناس اللي ممكن أنه يكونوا موجودين في محيطة في مكان الموجود به يعني احنا نسمي هذا أيضا الـ Behavioral Activation أنه يساعد الإنسان في أنه يحفز نفسه حتى لو كان عنده انعدام للتحفيز وانعدام الدافع للحركة والعمل والدراسة يعني مثل ما قلت أنه حاول أنه أنت تشوف في المحيطة اللي أنت عايش به هل هناك مركز مثلا مجتمعي ممكن أنه أنت تروح لهم وتلتقي بناس هناك هل أكو مثلا مركز رياضي ملعب متنزه ممكن أنه تلتقي به مع ناس آخرين وتسوي بعض النشاطات وياهم هل من الممكن أنه تعمل كمتطوع في مكان ما في جمعية ما إذا ماكو هناك فرصة للدراسة أو العمل ممكن أنه تشوف الفرص التطوعية في المكان الانتبي إلى آخره فلازم أنت تحارب هذه الأعراض السلبية وما تخليها تسيطر عليك بأنه تعمل هذه الأشياء مع ناس آخرين هل أنه الأدوية قد تكون مفيدة؟ يعني ممكن أنه بعض الأحيان الأطباء يوصفون أدوية مضادة للاكتئاب لتقليل من هذه الأعراض السلبية بس نحن نشوف في تجربتنا أنه أفضل شيء لمقاومة الأعراض السلبية هو الأشياء اللي قلت عليها أنه تسوي فد نشاط فد فعالية أنت جزء مع ناس آخرين تشعر بقيمتك تكتسب الثقة بنفسك تتعامل مع ناس آخرين هذا الشيء هو أفضل شيء لتحفيزك مرة ثانية والتغلب على الأعراض السلبية سؤال من أحدى المتابعات العزيزة تقول أريد رقمك للتواصل معك من أجل مرض ابني الله يشافي ابنك أختي العزيزة لكن مثل ما قلنا سابقا أنه للأسف يعني لا أستطيع أن أقدم استشارات نفسية للمرضى أو أقاربهم وهذه القناة هي هدفها التعليم والتثقيف الصحي وليست ليدي عيادة خاصة فأنا آسف